اشتركوا في القناة 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 محاور المحاضرة اولا التعريف بالشركة ثانيا مجالات عمل الشركة ثالثا انواع الشراكات ثانيا المكافآت والجوائس التعريف بالشركة نبدأ الشركة الشركة مغربية مقر والرئيسي بمدينة اقادير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضافة اشتركوا في القناة سنحركوا طاقات من البلاد لكي نخدموا باك شوبينج يكون لديه خدام تجاري بإحزاز سنشرحوا كيف سنخدموا باك شوبينج وبالنسبة للإستثمار سنستثمروا في سوق الفوركس سنستثمروا في مجالات أخرى عبر النت وعبر الأرض الشركة لديها خبرة طويلة في المجال ونظرة واسعة للوصول إلى النجاح بإذن الله لهذا انشأت الشركة تفتح الباب لكل من يرغب بالعمل والاستثمار معها والحصول على ربح مضمون من تقاسم أرباحية معها مجالات عمل الشركة أجل مهم أجل الستثمار مجال الأجل الأجل المجال لاعج المجال يجب أن نقوم بعمل الشركة بإعجاب السنوات الأجل 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 والكي نحن بضع مددعاء لدينا مداخل من هذه الدعاية والاستثمار عبر الإنترنت وخصوصا في أسواق البورصة أو استثمارات بل بانر الدعاية في مواقع أخرى عالمية الاستثمار على أرض الواقع الاستثمار على أرض الواقع الاستثمار على أرض الواقع لا ننسى هذه الفكرة التي سأقول لكم سوف نحيو الأكتزانات في المغرب سوف نحيو طريقة فنية نشاء بعض الفنانين واحد المسألة هذه الأسئلة سوف نتعرف عن مؤخصا في الفن مثلا رصامين أو كتاب لديهم لوحات فنية ويأتي من الناس يأخذون ذلك ويأتي من الوحات بأتمينة بخصة ويأتي من الاسم ويأتبع بأتمينة كبيرة سوف نحاول أن نأخذ الفنانين ويأخذون بعض الفنانين الذين سوف يعملون يعملون هذا يعني نشاريعهم المطريال لكي يعملون ويأتي من الناس ونضعهم في البلوك شوبينج سوف نستفيد أو أن تصبح قيمة الفنية لأنه هو صانع تابلوه مثلا سوف نعرفه على الأخذ ويعني نعرفه ونسبة من الربح المبيعات في الشوبينج ونعطيه كل ما يكون حقاً التداول في سوق العملات الدولية فوركس هذا مجال حيوي ومجال سيعطي قوة للشركة لكي تستمر وهذا هو الهدف لدينا هو أن الشركة تستمر وإن شاء الله سيكون خير في هذا الباك فوركس ونشرحه إن شاء الله مجال أنواع الشراك الشراك مجاني لا يمكن أن يشارك أي شخص مجاناً باكاً 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 لنضعها مشاريع في المغرب لدينا محدد من المشاريع إن شاء الله هذا باك انفيسيس لأنكم تساهموا في نماء الشركة في قوة رأس مالها ونحن أعطيكم واحد الربح على هذا الرأس مال الذي تدفعه يعني ربح تجاري باك خاص باك خاص بالدعاية الناس الذين سنقوم بتدعاية لدينا في سيدنا يشاركوا هذا باك ونحن أعطيها واحد المشموعة للدعاية سنشرحها إن شاء الله باك شوبينج باك المنتوجات ستكون منتوجات مختلفة كما قلنا ستكون ستكون الفنانة ستكون البودري ستكون الكثير من الأشياء في باك شوبينج ستكون متنوع وكل مرة ستكون نضيفه أشياء جديدة على باك شوبينج باك فوركس باك تجاري في سوق العملات الدولية إن شاء الله باك شوبينج 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 شوبينج قديم ستكون لدينا موضوع تحقيق ونعطيه ربح كي يزيد يتشجع ويزيد يعطينا معلومات كثيرة وصفقة أو ثقافات أو الكثير من الأشياء التي نستفيد منها في المنتدى ويفيد الإخوان ديانه في المنتدى إن شاء الله كي نابا كان في استثمار تم البقاء 10 دولار وتعطيك ربح 20% من المبلغ المستثمر وهي نسبة ربح صافية في مدة أقصاها 60 يوم يعني ره ممكن إلى صلى الله وكنس مداخل كبيرة للشركة ره ممكن أن أعطيكم استثمار 20% غير في 50 يوم أو في 52 أو في 45 أو في 55 على حسب مداخل الشركة يعني أقصى مدة ممكن تسترجع فيها الرأس المالية لك زائد الربح هو 60 يوم ربح 12% من ربح اللي حالة مباشرة على كل استثمار يعني أي استثمار إنتال اليوم استثمارتي مثلا ب1000 دولار السيد الذي يدخلك في سجل تحت منه سيأخذ 120 دولار يعني 12% بعد ذلك السيد الذي دخلته ب1000 دولار سيأخذ سيأخذ ربح اللي حالة مباشرة على 20 دولار هنا إلى عود استثمارها رقابة تأخذ متاع وثنينة ربعة فالجوش فصلة أربعة دولار يعني 12% على كل استثمار حتى إعادة الشراق أقل الشراق استثماري هو 10 دولار يعني باقة واحدة أقصى الشراق استثماري يعني ما تزيد الشراق باقة واحدة أخرين يبقى لك إذا عندك أنت الأجيار سوف تزيد ترباح اليوم يعني الحد الأقصى لعادة الشراق الباقات هو 1500 وهذا المقدار هي 2500 باقة من أنك يوصل الإنسان يقدر يوصله بوحده ما يدخلت واحد معه وممكن يوصل هذا الحد ومن أنك يوصلوا له ويقول لديهم بلاغ تقريبان يقدر يحدد راتيب شهري ما بين 2500 إلى 3000 دولار شهريا إن شاء الله لكي تنزل الأرباح يجب عليك الضغط على 10 إعلانات كل يوم يعني يوميا يدخل السيد ويجعل واحد العشرة الإعلانات إذا إنسان مشغول ومثلا عنده أعمال أخرى ما عنده الوقت يوميا أنه يفتح السيد مثلا لكي يجعله ممكن يفتحه خغير مرة في الأسبوع ويجعل الإعلانات ودايما يجعل يعود يجعل مثلا 70 إعلان يعطي أيضا 70 إعلانات يعطيوها 7 إعلانات يعني إذا كنت إذا قلت 20 إعلانات ستعطيك يوميا ثلاثين إعلانات ثلاثة أيام ومثلا ثلاثة أيام فقط الدعاء تمال الباقة 50 دولار أعطيك مساحة إعلانية 468 على 70 بانر لمدة 7 أيام مساحة إعلانية أخرى مكتوبة تاكس عط لمدة 7 أيام مساحة إعلانية عند فتح الموقع لوجين عط لمدة 7 أيام 500 ضغطة كليك بيس ربح من 6 أجيال ارتفع في هذا الحال لدينا الموقع للدعاء بداية معهم لو sanct لا يقوم بأجدد ربح الأطفال إذاارت too إذا تربح مع 10% في الجيل الأول إذا كان شخص آخر تسجله معه ستربح أنه يربح لي 10% و أنت تربح لي 5% يعني هكه إلى غاية 6 أجيال يعني أسل الأجيال يمشون الجيل الأول 10% الجيل الثاني 5% الجيل الثالثة 4% الجيل الثالثة 4% الجيل الثالثة 5% الجيل الثالثة 1% لإستفادة أمريكي الأجيال يجب أن تتوفر على الأقل باقة واحدة في السنة يعني لكي تأخذ الأجيال باقة واحدة لا يجب أن يكون لديك باقة واحدة في السنة و ستبقى تعمل باقة واحدة في السنة و ستبقى تأخذ الأجيال كامل باقة شوبينج عدة باقات باقة مختلفة يعني لا يجب أن يكون باقة شوبينج يعني يكون كل باقة كل باقة تكون الفيتمون كل باقة تكون فنية طابلو كل باقة ستكون مختلفة يعني كل واحدة في السنة و ستكون باقة مناسبة إن شاء الله منتوجات متنوعة خاصة بالطعم واحد وبجودة عالية يعني المنتوجات التي ستبقى ستكون خاصة بنا إن شاء الله وتحت الرعاية دينا باقة مختلفة إعطاء الفرص لإبراز مواهب جديدة في الإبداع الفن يعني هنا بشتكلمنا لأننا نعطي فرصة لفنانين أو كتاب لكن المنتوجات التي تجعلها عندها تطبيق الفن حقيقي أو عندها أذب حقيقي يعني ان نعطيهم يعني أجهزهم مثلا تطبيق أو يجعلهم كتاب أو شعراء مثلا عندهم كتب أو قصص لو أنهم العمل كيف يستحق سنعطيهم فرصة أننا نجهزهم هذا تعتبر استثمار بالنسبة للشركة وإبراز المواهب بالنسبة للأشخاص يعني سوف نجهزهم الى المواد لكي يعملون والذي وجده سوف نضعه في مداخل ما يبيعه وعندما نضيعه في الاسم يعني كل شخص يتبنع الاسم ونحاول ان نحل المشكل الجماعي ان شاء الله يحماولها الاسم المشكل الجماعيان المشكل الكامل المشكل الكامل هي المشكل الكامل والاستفاد امراض الاسم يجب ان تتوفر على الاقل باقة واحدة في السنة يعني بابد انك في السنة تذكي باقة منتوجات يعني يجري منتوج مرة في العام باك فورنكس هذا باك مهم جدا سيجعل قوة و سيجعلها يدوم ان شاء الله تم الابقى 1000 دولار تقسم على الشكل الأخرى 500 دولار للتفعيل و الاستفادة من إدارة حسابك من قبل الطائم واحد لمدة سنة كاملة وتوضع في حساب الشركة يعني هذا الباك عندك الاكتفاصيون تتخلصها للشركة وهي 500 دولار مرة في السنة تتخلص هذه تتفعيل حيث حيث نعطيك حيث نتخلص حيث نتخلص حسابك حيث نتخلص حيث نتخلص حيث نتخلص نتخلص حيث نتخلص المشاهدة و استعملت بحث نتخلص حيث نتخلص حيث نتخلص حيث نتخلص في حساب اقل شيء 500 دولار يتم وضعها في حسابك لدى شركة الوساطة فوريكس كرأس مال تيجال يعني 500 دولار سوف تحويل حسابك في شركة الوساطة فوريكس سوف تحويل مينمو 500 دولار ومحدود 1000 دولار يعني مينمو 1000 دولار بالنسبة المساعد يعني ممكن انك تحويل 1000 دولار في لابورس او 2000 دولار في لابورس او 5000 دولار او مليون دولار او مليون دولار سوف تحويل حساب مقدارك كشخص اذا انك تحويل 500 دولار في حساب لابورس حين مباشرة نبدأ ان تاجره على حسابك في الشركة الوساطة فوريكس وممكن ان تربح منه 30% من الاربع يعني ما فوق 500 دولار او مهم ما فوق رأس مالك انك تربح فيه 30% وانتك تربح فيه 70% ربح الاجيال هو 26% يعني 10% 5% 4% 3% 1% ربح الاجيال يكون على 500 دولار اكتفاصيون كي لا تستخدمه في هذه المسائلة يعني الثمن الذي لديه في فوريكس بمشورة لا يوجد الاجيال يعني انك تبقى صافي يدخل اسمال تجاري ولكن الاكتفاصيون هي اللي عندنا نحكم فيها مره بحسات الاجيال حين تدرى اسمالك الذي لديك في فوريكس حين ما ندخلوش فيه يعني الحساب سيكون باسمك انت اللي قادر تسحب منه انت اللي قادر تتخلي لو بغتي تزيد تعاود التجربة ويجب ان تكبروه هذا الشيء يرجع لك بينك وبين شركة فوريكس يعني حسابي كنت تسلموك سيكون ديارك لدرجة انك لا تريد ان نحن بقوشات لك الحساب من ديره ممكن انك توقفت تحديثة لشركة فوريكس سيكون حساب ديارك شخصي ممكن ان توقف ادارة الحساب ديارك لا يوجد شيء مشكلة أرباح الباقات باك ان فيستمن باك ان فيستمن تمن الباقة 10 دولار المدة اقصاها 60 يوم الربح 20% صافية الأجيال على جيل واحد تربح باك ان فيستمن تمن الباقة 50 دولار المدة سنة كاملة الربح من 6 أجيال على صرف المئة 5% 4% 3% 2% 1% باك شوبينج الثمن غير محدد سيكون مجموعة من الباقات في الشوبينج الربح يكون على الأجيال يعني 6 أجيال باك فوريكس ثمنه 1000 دولار المدة سنة كاملة المدة سنة كاملة الربح 6 أجيال وزائد الربح التجاري من حساب فوريكس يعني 70% الذي زائد فقرأس المال سيكون 30% سيكون حساب وإن شاء الله سيكون الربح سيكون الربح بجوء الله الربح الأجيال سيكون مبتع سيكون قدرأ كل شخص يأخذ خمسة الناس مثلا كما أن تأخذ خمسة الناس في شهر وعلمتهم جيدا وقمت بشهر الثاني تأخذ خمسة الناس في شهر الثاني أعلموا الناس وقمت بشهر الثاني جيدا بفعل الجيل السادس في الجيل الأول الذي بدأ الشبكة سيكون لديه 5 أشخاص معهم مسجلي في الجيل الثاني سيكون 25 شخص في الجيل الثالث سيكون 125 شخص الجيل الرابع سيكون 625 شخص في الجيل الخامس سيكون 3125 شخص الجيل السادس سيكون 15625 شخص الربح من باك أدفرسيسين في الجيل الأول الجيل الأول سيكون خمسة أشخاص يعني خمسة دولار لكل شخص هي خمسة وعشرين دولار كربح على الجيل الأول الجيل الثاني. قد يكون 25 شخص إذا جغب كل واحد لنا هي خمسة دولار ونصف لكل شخص يعني 62 دولار الجيل الثالث. مائة وخمسة وعشرين شخص يعني 중국 دولار لكل شخص هي مائة وخمسين دولار لو جميع الجيل الثالث الجيل الرابع يعني 625 شخص يعني fourth دولار ونصف لكل شخص هي 937 دولار الجيل اللي الخامس 3125 شخص يعني 1 دولار لكل شخص هي 3125 دولار الجيل السادس 15625 شخص يعني 0.5 دولار لكل شخص هي 7812 دولار مجموع الربح لستة أجيال كلها هي 12211 دولار يعني لمشي تغير بخطة الخمسة خمسة دولار لكل شهر يوجد خمسة الناس هنا شهر الثاني الشهر الثالث شهر للثالث شهر شهر الارض يمكنك تكون ربحتين 12000 دولار مجموع الهدار متوفيق باك فوريكس في الناس الجيل الوى الخدم منها بخمسة الأشخاص مرة تانية في الناس الجيل توجد على خمسة الأشخاص لكل شخص تربح لي 50 دولار لأن الإكتباسيون 500$ هي 250$ كمجموع الجيل الأول الجيل الثاني 25 شخص يعني 25$ لكل شخص 5% 625$ الجيل الثالث 125 شخص يعني 20$ على كل شخص 2500$ الجيل الرابع 625 شخص يعني 15$ لكل شخص 9375$ الجيل الخامس 3125 شخص 10$ لكل شخص 31$ 250$ الجيل السادس 15625 شخص ستأخذ عليه 5$ لكل شخص 78125$ يعني مجموع الربح من الباقة فوركس على أساس كل شخص يأتي بخمسة أشخاص هي 122000$ و125 يعني لخدمنا على هذه الخطة كل شهر أنك تجيب خمسة وتكون الناس اللي معاك أنهم شهر الثانية هم يجيبوا خمسة ذي الناس يسجلوا معاهم وهم يكونوا الناس اللي معاهم على أنهم خمسة ذي الناس يخدموا رفضا 6 أشهر تكون حصلتين 122$ و125$ المصابقات والجوائز خمسة هذا الباب فتحناه سنضعل مصابقات لاحسب ستكون مصابقات مالية ثقافية مسابقات متنوعة في مجالات مختلفة لكي نشجع طاقات والمواهيب والناس الذين تعمل نحاول أن نفعلهم يكون لديهم ويكونوا بقيمة جيدة ويكونوا بقيمة جيدة ستكون في الحفل القادم من بعد الافتتاح سيكون الحفل السنوي كل سنة نفعل الحفل سيكون تكريم بجائزة كبرة ستكون تقدير الإدارة للعميل النموذجي ستكون جائزة أخرى للموظف النموذجي لكي نحيي الحماس داخل الإدارة وخارجها لكي نحق النجاح بدون نزاع هذا الهدف لأننا نعمل ونعطيكم أرباح في الاستثمام والاستثمام 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 ونعطيكم تهمة منهم ونعطينا أرباح والأرباح التي تقدمنا سوف نجد نسبة كبيرة ونجدها كجوائز وكي نحن لدينا حدودة لا تدخل حدودة في ناطق وهذه هي البداية وإن شاء الله سيكون خير من بعد نتمنى أن تكونوا فهمتوا. سوف نكمل الحديث معكم إن شاء الله. مرحبا بكم معنا. دعوكم معنا. نتمنى أن يكون الشرح كان واضح. الحمد لله النظام بصير جدا. تحاول غير التعاوض بالنظام وتحاول التعاوض مع السيد. وراء هذا تفهم كل شيء. وعلى قسم العلاقات العمار سوف يضع لكم فيديو متعددين. تشرح كل قسم على هذا. لكي لا تخافوا فرقة مسائل كيف ستشرعون إباع. كيف ستشرعون إباع. كيف ستشرعون الإباع. هذ المسائل الكامل ستشرحونها في الفيديو التي ستشرحونه في عمار. إن شاء الله راضية القوم اليوم الغداء وأي شيء حاولوا تتصلوا بقسم علاقات العمارة وهو مكلف تجاوب معكم الكامل هنا شرط بورصة فوريكس بورصة العملات الدولية بغيت نرى الناس اللي ما عرفهاش السوق الفوريكس يعني باش تعرف التعامل معه باش كي يكون السوق العملات كيتتعمل بناء روحة بلاتفورم دولية كتتها هيا هذي تماماً هيا هذي ماشي غري نقولوا مثلا هيا هذي تماماً وهنا السوق يبارك يتحرك مباشر يعني كان حركة مباشرة حالياً نلاحظنا شوية قول عملة كتتغير يعني هاتسوق هذا هناك نحطوا هنا صفقات دينا واللي رابينجروا بها حتى الصفقات ديلكم بناء على المنصة دينا هنا الشخصية وهنا غادي تكون أعمال يعني هنا مثلاً الصعود يعني والشراء طبعنا عملة أستراليا دولار الشموة الحمراء يعني بيع الأسترالي وشراء الدولار لأن العملة كتبش في زوج العملات وذلك ما سأيه إن شاء الله ها غادي تعلموا المبادئ الأولية ديها الأولية ديها في المنتدى العام إن شاء الله في المنتدى فوركس بالخاص اللي غادي يكون وقريم إن شاء الله غادي تحط إذلك موين كان ندرع الناس اللي معرفاش صوبر الفوركس هدا فوركس ما تشومه ماشي هدا 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 كتسمى واحد مؤشر ايش موكوب كان حدو هنه به الصوبر كتسمى كتعريف دينا كتستراتيجيات خاصة بنا احنا والبقية هو هدا الصوبر اللي بغيت نقول لكم الإخوان مضخوات ماذا نقول لكم رقم عزاز علينا وما بغناش بعض الهوفاوات اللي كتوقع خصوصا كينش ناس ما عرفش شو اللي هداف ديهم يدخلين بها ولكن كين أشياء كتوقع شوية غريبة ما نتطرقلاش بزاق لأنها ما كتسبناش لأن احنا اي شيء بغي يوقع اي واحد بغي يهضرب اي واحد بغي عارض مار حبابي احنا من الانتقادات كينصنع الحدث ولكن كينكون متقاد المنطقي شو جوا هدي اليوم انا انا كنت ميت ارجو واحد اقسنين قع ستاءال الفيلم طرح العزاء ديه ديه في الواتساب ولكن هذه المسايل غير اخلاقية وكين اشياء واشياء واشياء كتوقع عن بعض الاشخاص لانا كينقول لها الناس اراك اليوم تفليتي وكين غدعت منهم هديكون اكيد وانا اقول لها صريحة وديما كنقول لكم ستجلو الكلام دياني اليوم لانا من بعد هديت حسبولي و هديت تقولولي راك قلتين من بعد وقت طويل ان شاء الله اللي غادي القرصه و هديك اللي كانت تفلى الى رسول كتفلى لنا دبع قرصه يداليك حاولوا خليكم الله البسارها بزاف لما انت كتجي كتفلى و انت باقي ما وصلت لتانش نتيجة يعني انت شخص ما عندك خدمة وحتى اللي كنتي خدامدك صريحة ما قدكش و غادي ماد و جاتك فرصة في نصنع حياتك مو تنتوقع تضحك عليها و تكفيها ان هاد الفرصة ما غدش نقول لك هاد الفرصة غدا تضحك عليك لانها ما غدش هزام بيك أصلا لان احنا نصنع الحدد و بغينا نصنعوه من هاد البلد الحبيب من مغربنا و بغينا نعاونه سيدنا لان سيدنا من هل يطلع العرش اسلافه لما يمين وهو يحارب الفقر مو يكنش العوين الشعب من نسبه سيدنا يحارب الفقر بشارجلس و تصلنا سيدنا يحارب الفقر سيدنا جاهد يحارب الفقر والشعب هلائين هذا ما لا يمكن احنا خرجنا عندكم كخود اخدينا راس قراتيجي شدينا واحد حاجة لسوق المال بغينا اننا ننفيدوكم و ننفيدو راسنا و ننفيدو هاد البلاد اذا لك اللي عنده طموح على انه يعتق خور و يعتق راسوك بالخور و يعتق جيرانه و يعتق حياته كاملة و مش شامع دياله احنا عيتنا مرحبا بي الحقيقة اللي غالي يجي اليوم و احنا كالمده يدانه هو بغي يقطعها بسيفة تقرينا انا ليد دياله ما تقطعش بسيفة لان احنا عندنا عزيمة قوية لان انا غادي نوصل الهدف ديالنا و غادي نحق النجاح اذن الله و سنصنع الحدث من داخل المغرب و سيكون حدث دولي ان شاء الله و لكي عارضنا اليوم لكي عارضنا لكي عارضنا لكي عارضنا لكي مشكلة مرحبا بي لكي عارضنا ولكن كي الناس بغت شوى صمعت اطسطناركات بغت دير اشياء تلاعبات غير عادية تلاعبات ما عندنا ما نقوله لحاولة و رقوة العبدالله لذلك اخواني اخواتي خلونا يدوحنا لما احنا عارضنا ما نقوله بجوة الله ولا تعاوننا مع بعديتنا رحنا غادي نحقق الهداف اللي ما حقوهاش بغا و ان شاء الله غادي نحقوها لان انا اللي نفعل المصارى هذا و كنت مننا الناس اللي بقى جديدة ما فقشت سنع بزاف حتي رقيت سنع بزاف مع الدول احنا نهار لي بدينا ولا انا شخصيا نهار لي بديت تانا كنت شاد البيتسي و يجي واحد يقول لي اشك هتخرب عاد مش البيتسي في الفلوس بينا اعلم العائلة دينا ولا ملكوش يعني احنا نرى ولاد الواقان كان يمكن عرفون والشامل العربي كيفش يخمر يجي يقول لك اشك هتدير اشهد اخواني انا عملاه ولكن انت ادير للي تبقى في راسك وتبقى على الله و بسم الله و انت تصرم على راسك و اللي يضر معك نسمع بحق يكون عندي اعقل كيوزان مبقاش غير كنسمع و غالي بجي واحد يقول لي هاضرا منتبعه بجي واحد يقول لي هاضرا منتبعه هاضرا منتبعه و احنا معكم متمنوا ان اعطيهم واحد تحقق النجاح الوطن الاول اللي هو الام وبغينا نكون احنا شعب منتج بغينا نكون شعب قوي للمسلوق و ان شاء الله يتنافدكم و الحمدلله الحمدلله الفكرة بيكم قتل واحد الصادة كبير الحمدلله اتشيكعتنا قوة و ما غادش يرجعنا الظهر و احنا معكم و عافل انا فئة كبيرة راح معنا و كو ما كنتوش قبلتونا راح ما كنتوش كامل واحد الفئة كبيرة اللي هي بالالاف ستكون معنا اليوم و ان شاء الله قد نحق النجاح كاملين بدون منازع و قد نصل الحرية الحرية المالية بشكل تطر لانشروعة وقانونية وشرع كي الناس هضروا على الاجيال تعدو الاجيال للباك للباك هضروا على الاجيال المتعددة كلي كي يقول حارا و كلي كي يقول حالا انا اقول شيء ما اكدبش لكم انا هضر ما كسمعش لان اذا هضر معي مفتي ولا هو قانون افتعاء وهذا عالم نقدر نحني راسي و نسمعو و نتناقش و نحط راسي بين ودني و نحط و نفحن حيث لانك هضر مفتيين في هذا الوقت الحمدلله رابدلله بزيد و هذه المسئلة دي ما غاليش يمكن احنا ايام قولي جادر معانا و كي احنا اكدبت سانية من فسناء اننا كنا نحق عمل دو قيمة فين غدين نقولي و احنا في الاجيال مثلا غدين نقشوا الاجيال انا واحد غديش يقولي اجيال حارام ما هو منطق الحارام في الاجيال هيقولي تصويق الهرام انا حنو ليس لنا ايو صيلة بتصويق الحارام نهائيا حتى تصويق الشابك ما عدنا صيلة بين احنا عدنا صيلة بالعمل انت شخص جيبتي واحد سجلتي معك كونتيه علمتيه قريتيه وريتيه خدمتيه مشاه هو خدم عقاك انت جاب ناس خارين انت الاجينا احنا حدينا لك انت اللي خديتيه فاذك الشخص هذاك صاف هاذك هو حقك و ما خديتيش مثلا خديتيش الخدمات دياله اللي خدم عليه هو اذا العمل ديالك انت مشاها بقى المنطور اذا ما عطيناكش حقك اذا انا جينا في المنطة الحرام هو انني انا ما خلصكش على هذك الرباح اللي جابتك السيدات اللي خدم عليه هو و انت ما خديتيش اذا انا انا سرقتك انا هالمنطور اللي كنشوفه علاش انا مثال باك انفي استثمار فيه 10 دولار فيه 12 دولار فيه 12 دولار فيه 12 دولار فيه 12 دولار درناه جيل واحد لانا باك فيه استثمار يعني 12 مئة دائما قطح لك يعني قطح لك ولكن ليه ببارك الثاني و اما جيبتي حد و انا خدمت الى واحد مجهور و انا خدمه هذا انت اصاف يدك الربح ديالك الاول يعني ما كانش يربح ديال السيدسما يعني ك الربح البعض يربح السيدسما داخل سوق الفوركس هذا اللي كان هناك بالنسبة لباقات فوركس هذا الاجيال الباقية راح نملك نعطيه وك لهذه الاجيال ثلثة راح نقدرنا الامل ليالك و حل يوم خدام مثلا هذه سأعمل لأدخل الدرجة هنا سأعمل سمسرة يعني أنت بشي بتي خدمتي ويجي بتي واحد العمل وعطيته لي أنا وعطيتك سمسرة ديالك مثلا وحدة 500 درام ولي 1000 درام مشيتي بحالك أنا بقتك نستافد منك العمل ديالك اللي أنت عطيته لي بقتك نستافد منه على الدواب وإنت ربما في الأخر ديال الشهر مرقيته ما تكون إنت أولادك هنا شنوقع؟ أنا استافدت منك واخديت العمل ديالك وكربح منه طوال الأبد ولكنت في الأخر ديال الشهر مرقيته متى مع العلم أنك ولي صنعت ذاك العمل هذاك وزيادة على ذلك باش نقولو باش نحددكم منطق الحلال هل بغينو حلالة جيتي سجلتي شخص عندما وما خدمتيش مئاه صغير سجلتي وصافير ومشيتي بحالك را أكون أكيد أن أنا غدي نهزه وغني أعطيوها الناس لك ومنك اللي خدعه شرحوا ولما شرح لتواحد في ذاك البارناج لانك انتاك أمن وحنا غديجي عندنا الشركة وحنا غديجي شرحوا لانك انتكتو به الموظفين ديالنا ملا يقوموا بذالعملات لذالي هنا الربح مقابل للعمل باك انفيسيس من راك انتاك تستمر ولكن إذا ما ترتيش لك لك راك ما غديش تتخلص إذا الربح مقابل العمل في البارناج إذا ما تسجل الناس ما غديش هضر معهم ما غديش ورهم راك ما غديش تاخد البارناج ورا ما عندك شتيح لذالك انا كم صح مين الان؟ الناس اللي مقدرات شرحوا مقدرات ش تعرفوا حنا نفعل طعيم واحد كاي غارة ما غنقولوش الناس غير تسجلو سجلو 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 حنا ما عندناش لغرض بالناس غير تجير تحطنا الفلوس ما عندناش لغرض بياها حنا قصنا الناس غير تحط الفلوس باش تكون من أجل العمل باك تخدم حنا بغينا مش جمع عملي باك يخدم لذالك جي تسجل عندي وما تخدمش مع الله يتغطير والله يخليك ما تسجل حد معك اراح شد الباركان في السيسمن ووحده حط واحد البركات رس المال تخدم عليك هراك غادي توصل ما بين الفين وخبسمية دولار يبقى ثلاثالف دولار يعني احنا في المؤريب هراه بالنسبة لكي يتخلص جد مليون ومستان ثلاثال مليون راتبارك الله راتبارك الله راتبارك الله دونك لماذا غادي تجيب نترباء هذه الناس وغادي تحطها عندك وانتما غادي تشغل المال باش تربح نزار هنا راتبارك ردي يكون هنا تغرير هنا مش عنا ندخلو في منطقة تغرير هنك نزار ما كاتتخدمش وكتربح يعني اي عباد نقول له كيل حرام كيل حلب حالي غادي نجي وندخلوه سوق الفريك اللي هو بالتام حنا جينا وخدمنا وحددنا التحليل فاني دينا وحددنا مناطق القوة وحددنا المنطقة في نبيع ونشري وتعبنا العقل دينا باش حطينا صفقة باش نخدمو فيها في السوق اذا هنا احنا ركنا نخدمو عمل دينا حالة بناء على تفكير عميق كين تحليل كين دراسة علمية هنا ما عمكش غير جينا احنا ودخلنا في صفقة فحاكين شخص كي يجي كيشوفش معا حامرة يقول انا رم بيع كيمشي كيدي هذا إنسان يقامع لان صفقة بدون أساس ما عنده أساس علمي ما عنده تاشي أساس ما كين تحليل فني ما كين تاشي حاجة جيتي ودخلتي علي كمولان هنا ركنا نحسبوها مقامرة عادي ليست في التجارة لكن نحلل العملة كنشوفوا الأخبار دولية شنو كين فيها فين كين المشاكيل فين كين هذا كنحدو العملة شنو التوازن في الواقع الحالي وكن فكروا الله وكن خلوق صفقة متزينة نفس الشيء من نسبة الطاقة اذا انت تخدم على الناس ديك اذا انت تستحق اذا انت تستحق ما تاخد ما بين 2500 إلى 3000 دولار في الشهر إذا جيتين تتحق وطلقت امونس وما تخدم معتاش واحد غير تسجل عندك الناس ممكن تقول لي 24 مليون في الشهر يعني عشاني 1000 دولار يعني ايش حال ديفيرانس هنا بين الحق اللي خصك انت تتاخده احنا نقول لي سيدي 3000 دولار اذا 17000 دولار زيدة عندك ايه 17 مليون فرق مغربية احنا هوراق احنا الشركة غدا طايت ما غدا جدتون اذا سجلت غير مئة الناس معك مليار وسبعمية مليار وسبعمية ضائعة بيدون حق انت غادي تاخدها بيدون حق اذا هنا منطق الحرب مع منطق الحرب ما احنا ما امتبعتم دينا هارمي ما عدنا شبكة هارمية ما عدنا التشيحة كائنا شجر جاء انسان خدم على واحد الشجرة دياله وغرسها سقاها ديال نقشها اللي هو الشخص اللي علمته وهذه الشجرة قد تتفرع وقد تعطيك الخير اذا احنا را تخصتكم من الشجرات هذا هو نظام ديالنا وهذا هو الفكر ديالنا وحنا نقزانهم به واقع وهذا وكانت منه خير والذي عنده الشك فيه ما عدنا هذا الباق هذا ما يبقاش يبقاش يخصر الناس ما عجبك يا سيدي إذا انت موصر على امنات الشحارة ما عد منه سيدي خليك في حلال ديالك ما انه سيدي مقتنع يمرز احنا خدامين عمل ممكن شحال الناس خصو العمل هو انه يخرج ويدير بيكو ولا يخدم في الأرض ولا يتعرق تيشوف العرق نازل منه وهذه هو العرق وراك نقولك العقل العرق ديال العقل راح اكتر من العرق ديال الجبين اذا عمل راح عمل سواء بالفكر أو سواء بالدلاع والفكر يصنع الملايات لكن الدلاع ممكن انه يصنع السدر لكن خصوصا في العالم المؤخران ولمش حالة دي في العالم العربي راح الدلاع احتى السدر بالموت بشكسنا لنبقى انا من الشيء واحد واخدت معقولكم يا عرب وحنا ماشي كنقوله غير العرب وما كنقوله العالم كامل غير انا وخاطب العرب لانني عربي وابنه العرب وما كراش نشوف العرب فوحد الحياة اللي تكون نقية ومن تلولينش وهذا نقول لكم الاخوان والحمد لله اللي احنا اطلقنا فالساعة سعيدة وساعتكم بركاء ونطمن لكم النجاح ان شاء الله وحنا نرى ايمان معكم ومعمركم وذي تبقونا بعد عليكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكرا